موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وزراء الاعلام العرب ويؤكد اهمية دور الاعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية الرئيس السيسي يوجه بوضع استراتيجات متكاملة لتطوير قطع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية مدبول يستعرض مسودة اجندة المؤتمر الاقتصادي ويشدد على ضرورة الخروج بتوصيات فعالة بشأن التعامل مع مختلف تلك التحديات راهنة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جرانج نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس عبدالفتاح السيسي ايمان مصر باهمية دور الاستراتيجي للأعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعمق الوعي العام لدى الشعوب وخلال استقباله بقصر الاتحادية وزراء الاعلام العرب اشار رئيس السيسي الى وجود وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الامر الذي يستدعي قيام الاعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات مشددا على ان الكلمة من الاعلام هي امانة ومسئولية كبيرة امام الشعوب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف شعوب العربية شدد الرئيس السيسي على ان الهدم لم ولن يكون رسالة حضرية وان القيم الدينية لا تقام على انقاض الخراب والتدمير من جانبهم اشهد الوزراء المشاركون في الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء الاعلام العرب المنعقدة حاليا بالقهرة بالانجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتح السيسي على كافة الاصعدة واضف متحدث الرئاسة ان الحضور ثمن عمق طرح المقدم من الرئيس السيسي والحكمة في ادراك متطلبات بناء الدول مؤكدين ان مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها وانما تشارك فيه ايضا المؤسسات الاعلامية وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين جاء ذلك خلال اكتماء رئيس السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة مستجدات عددين من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية وصرح متحدث الرئاسة ان الرئيس اسيسي طلع على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الامراض الوبائية الى دخل البلاد واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن ان تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا اشار دكتور محمد عوض تاج الدين الى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الاصابة بالفيروس بوجه عام وان معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من اعراض بسيطة دون مضاعفات وفي هذا الاطار وجه رئيس اسيسي بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة كما عرض دكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة جراعة الاعضاء في مصر وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الادوية الاساسية في جميع المؤسسات العلاجية أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد وانعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وأكد مدبولي في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن منظومة الملكية الفكرية لها دور في دفع عاجلة التنمية والاقتصاد هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعيها في مصر وتعد إنعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف إيمانا بأهميته وإدراكا لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعازم لاقتصادي المعرفة والتطور التكنولوجي وفي كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مؤسسات الدولة لن تدخر جهدا في اتخاذ سياسات ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تدخر جهدا في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتصق أهداف ومحاور الاستراتيجية أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة لمصر وأن حماية حقوق الملكية الفكرية تدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة وقال تانج في تصريحات خاصة للتليبزيون المصري أنه مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فأنها تبدأ بذلك فصلا جديدا في عالم الابتكار والملكية الفكرية من أجل دعم الباحثين ورواد الأعمال وغيرهم من الشركات الناشئة سعيد بوجودي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمصر مصر هي أقدم حضارة في العالم وأفكار مصر وابتكاراتها غيرت كل العالم لآلاف الأعوام القادمة واليوم مصر تبدأ فصل جديدا في عالم الابتكار والملكية الفكرية من أجل دعم الباحثين ورواد الأعمال وغيرهم من الشركات الناشئة وهذه الاستراتيجية ستساعدهم بالطبع وتحفزهم على عملهم وأفكارهم وإبداعاتهم ومن المهم أن يتم تطبيقها في كل أنحاء مصر ونحن هنا لمساعد على ذلك إما سيساعد بشكل عام على وضع بصمة وتأثير خاص بأي مكان في العالم هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأكد المشاركون ضرورة تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في دولة المصرية حيث تتوافق مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية وكذلك رؤية مصر 2030 وعلى همش فعليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية وتعرف مدبولي على عدد من المعرضات بأجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات والتي تضم تصميمات ونمذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات في مقدمتها الوقود الأقدر ومنتجات صديقة للبيئة كما تضمنت المعرضات نمذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضر والفاكهة والمنسجات والإلكترونيات وأشهد رئيس مجلس الوزراء بكافة المعرضات في أجنحة المعرض المختلفة مؤكدا أن جميع هذه المعرضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات وأن الدولة تفزل جهودها من أجل دعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات هذا وقد أكد عدد من المشاركين في معرض الملكية الفكرية أهمية الاستراتيجية الوطنية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري كمكتب الطايكو بنحاول أن نسوأ المشروعات بتاعة الطلبة عندنا والمجتمع الخارجي أي مشروعات ريادية عندنا في الجامعة بكافة الطرق فبنكون حارسين على التواجد في المعرض الكبيرة الملتقيات الكبيرة بنحاول أن نعمل شراكات مع المستثمرين فإحنا النهاردة كنا متواجدين في المعرض عندنا مجموعة من الطلبة عرضة مجموعة من المشروعات لها الطلبة عندنا في الجامعة لما بيبدأ نقول إحنا عندنا مشروع بيبقى فكرة وبنشتغل معهم على الفكرة بنوصلها لبروتوطايب بعدين بقى بنحاول أن نتواصل معهم أن نحاول بروتوطايب أن نستثمر مع شركات كبيرة مع مستثمرين نحاول أن نطور من الفكرة بس بتاعتهم أن هم يسجلوا شركة وهكذا احنا قدمنا بروتوطايب طبعا بدعم الطايكو تلجأ كهروحرارية هي تلجأ بتنقل اللقاحات لا تعمل بالفريونات هي دي بقى الحتة الجديدة ما بتعملش بالفريونات بل بتعمل حاجة اسمها مواد متغاردة الطور دي مواد جيلات هنا بناخدها بنجمدها بره فريزة الخارجي وبعدين بندخلها جوة التلاجة فبتبص البرودة لها خزناتها بالإضافة فيه كمان وحدات كهروحرارية وهذا كهروحرارية دي عبارة عن حتة سراميكية مجال ما وصلها كهرباء بتدي وش سائع ووش صخ طبعا هنستعمل الوش السائع عشان نبرد الداخل التلاجة موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين خلال المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادية والخروج بتوصيات فعالة بشأن تعامل مع مختلف التحديات وخلال اجتماعه بالحكومة في العاصمة الإدارية أشغر مدبولي إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من سيد محافظ البنك المركزي ومع عدد من وزراء المجموعة الوزرية الاقتصادية من أجل توصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادية وقال مدبولي إن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة تلك المحاور مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال خلال المؤتمر للخروج بنتائج تحقق الأهداف التي يعقد من أجلها وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية منها مشروع قرار إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستيل بالإسماعيلية كما وفق المجلس على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام مناطق الحرة باسم شركة سي أفسي للأعلاف أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة دائمة لتوفر الأرصيدة المختلفة من السلع الأساسية مع اعتخاذ التدابير اللازمة لتوفر السلع في الأسواق جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة موقف الأرصيدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وتم استعراض رصيد السكر والزيت والدواجن واللحوم الحية والذي يكفي لنحو ستة أشهر قادمة وعن محصول الأرز لفت الوزير إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الداتي اجتمع رئيسه مجلس الوزراء بوزير الشباب والرياضة لمناقشة التدشين الرسمي للمنصة الوطنية لشباب كياني وأهداف المنصة وتعد المنصة حلقة الوصل والتواصل الفعال بين مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات وفعليات تفيد الشباب المصري الذي يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها لخلق علاقة قوية موثقة بين الشباب والوزرات والهيئات المختلفة وتطبيق كياني مقسم إلى أربعة أقسام هي خدماتي لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية والحكومية وخدمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بمصر ومشاركاتي لتقديم كل الفعاليات المصرية والدورات التدريبية وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات وأرائي لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب ومن الشباب للشباب وأخيرا موجهي لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن السلام هو روح الأديان السماوية وأنه سيظل الخيار الوحيد لتحقيق تعايش المشترك وتحقيق الطمأنين الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعية قالت السيدة انتصار السيسي أننا نحتاج في اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم اليوم إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات وهبى حياته لخدمة بلاده الأكثر من نصف قرن وكان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تحل علينا اليوم الذكرى الأولى لوفاته لتعيد إلى ذاكرة رجلا من أقلص أبناء هذا الوطن وأحد رموزه العسكرية هو للفداء والعطاء رمز خالد لن تغفله أحداث أو تطويه السنون المشير محمد حسين طنطاوي رجل من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموز العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن إن شاء الله المنطقة مش هتنتهي ومصر مش هتنتهي ومصر إن شاء الله هتستمل هي شعلة الوطنية والقومية والأمن والأمان في المنطقة المشير محمد حسين طنطاوي بطل من أبطال حرب إكتوبر المجيدة والتي ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات لتسجل بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث ليس هذا فحسب بل كان قائداً ورقل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة عصيبة من تاريخ البلاد عقب الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ليتصدى بحكمة واقتدار للمخاطر المحضقة التي أحاطت بالوطن ولد المشير محمد حسين طنطاوي في الحدي والثلاثين من أكتوبر من عام 1935 بالقاهرة والتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها في الأول من إبريل من عام 1956 تدرج المشير طنطوي في سلك الضباط بسلاح المشاه في مناصب القيادة على مدار ما يقرب من نصف قرن ماراً بقائد فصيلة مشاه في حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كما شارك في حرب يونيو من عام 1967 قائداً لسرية مشاه وعمل معلم بالكلية الحربية في فترة الستينيات ثم قائداً لكتيبة مشاه في حرب اكتوبر عام 1973 حيث كانت كتيبة صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة والتي كبدت فيها العدو خسائر فادحة تقلض المشير محمد حسين طنطاوي العديد من المناصب العسكرية إلى أن أصبح وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة في العشرين من مايو من عام 1991 وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحل المشير طنطاوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي والذي يعد رمزاً للتضحية والفداء وتكريماً لاسمه أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية تقديراً لدوره التاريخي في الحفاظ على تراب الوطن في أصعب الظروف تواصل أجهزة وزارة داخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تدور بالاقتصاد القومية وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية وتمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في التقرير التالي تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة الجرائم التي تدور بالاقتصاد الوطني لا سيما جرائم النصب والاستلاء على أموال عملاء البنوك في هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالميديا لقيام عناصرهما بالاستلاء على أموال عملاء البنوك من خلال إرسال رسائل وهمية على هواتفهم المحمولة تتضمن عزيز العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتة براجاء الاتصال بنا والادعاء أنهم من موظف خدمة عملاء البنوك خلافا للحقيقة بغرض الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الاعتمان واستغلال تلك البيانات في تحويل أموالهم لحساب أحد المتهمين عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكتروني أو استخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني ونظرا لخطورة هذه الجرائم وتكرارها تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل من أشخاص مجهولين وعدم إعطائهم أي بيانات عنهم أو عن حساباتهم البنكية مع التأكد من المصادر بالبنوك وعلى صعيد التصدي للجرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الصفر للخارج تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سلاسة تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستلاء على أموال من مواطنين راغب الصفر للعمل بالخارج أو لاستكمال دراستهم دون الوفاء بذلك ورفضوا رد المبالغ المالية لأصحابها كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية وسهاج لقيام عناصرهما بالاستلاء على خمسين مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة والتصنيع مقابل أرباح توقفوا عن سدديها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها الإدارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول استولاية على أموال من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية من خلال الشركة قام بإنشائها والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزعم امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية توتيح الإعلان عن المنتجات للصالح الغير مقابل مبالغ مالية خلافا للحقيقة وبلغ حصيلة نشاطهم الإجرامي ستة ملايين جنيه ومئة وستة وعشرين ألف دولار أمريكي كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على مليوني جنيها من حساب إحدى الشركات بطرق احتيالية وتحويلها للحساب البنكي الخاص بأحد عناصر التشكيل توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 269 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلعي المدعومة تم ضبط أكثر من 141 طن بالإضافة إلى ضبط أكثر من 65 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلعي الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط قرابة 62 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابزة تم ضبط 716 قضية من بينها 156 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات على همشي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك التقى وزيره الخارجية سامح شكري مع الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأربية جوزيب بوريل وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تركز بشكل كبير على التشاور حول سبل احتوي أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين وتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر للتخفيف من الأثار السلبية لأزمة الغذاء وسط عراض الإمكانات التي تملكها مصر لتحقيق شركة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في ضوء وضعيتها كمركز أقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الحيدروجين الأقدر أو الربط الكهربائي من ناحية أخرى فقد حرص وزيره الخارجية خلال اللقاء على إبراز الأولوية التي تليها مصر لقضايا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعيته السلبية مبرزا جهود الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة شارك السيد سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف التفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كمتحدث رئيسي في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على همش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك تحت عنوان شركاء في حلول المناخ ويأتي الحدث لمتابعة تعزيز الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص على صعيد مواجهة تغير المناخ وأبرز شكر اقتناء مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شط الأطراف بما في ذلك ممثلوا القطاع الخاص وإدراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ مضيفا أنه يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسؤولية مساعدة هذه الدول للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة وعلى هامشي فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد برئيس الحكومة العرقية مصطفى الكادمي وخلال اللقاء أكد أبو الغيد أهمية انتهاجي سبيل الحوار الذي يشمل كافة الأطراف بغير استثناء مضيفا أن الحوار الوطني تطلب وقتا وتحليا بالمرونة وشدد أبو الغيد على أهمية تجنب استخدام العنف أو التلوح به في العمليات السياسية وأكد ضرورة أن تبقى مشاكل العراق من دون تدخلات خارجية تزيد الأمور تعقيدا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تعمل مع شركاء لمنع روسيا من الهجوم على دول النيتو مؤكدا أن العالم يوجه تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث هدد بوتين أوروبا بالسلاح النووي وخلال كلمته أمام الجمعيات العامة للأمم المتحدة أعلن بايدن عن مساعدة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار لمكافحة عدم الأمن الغدائي في العالم انتهكت روسيا المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة بكل خزي واليوم ممنوع وهي انتهكت المنع دولة عضو من الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة واليوم الرئيس بوتين هدد أوروبا نوويا في انتهاك فاضح لمسؤوليات نظام عدم الانتشار والآن تدعو روسيا إلى تعبئة جزئية واندمام الجنود إلى الكفاح وينظم الكريملين استفتاءات مزيفة في انتهاك فاضح لمثاق الأمم المتحدة صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على جدول المواعيد الخاصة بالانتخابات التشرعية المقرار إجراءها يوم السابع عشر من ديسمبر القادم وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن الهيئة ستبدأ عملية التسجيل الألي لناخبين على أن تتاح عملية التتبت من العنوين الفعلية لناخبين خلال الفترة من السادس والعشرين من سبتمبر إلى الثالث عشر من أكتوبر القادم على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين قال الجيش الأمريكي إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة كندية نفذت عبورا روتينيا لمضيق تايوان وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان أن المدمرة الأمريكية عارلي بيرك المسلحة بصواريخ موجهة والفرقاطة فانكوفر تابعة للبحرية الملكية الكندية عبر تال مضيق بعيدا عن المياه الإقليمية لأي دولة أعلنت فكين أن الجيش الصيني سيظل دائما يقدا وفي حالة تأهب قصوى لتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وونغ وونبين إن السفن الحربية الأمريكية أظهرت مرارا وتكرارا القوة العسكرية في مضيق تايوان وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين ظل الجيش الصيني دائما يقضا وفي حالة تأهب قصوى لتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وحماية سياداتنا الوطنية وسلامة أراضينا بحزم في الوقت الحالي الوضع في مضيق تايوان معقد وحساس السفن الحربية الأمريكية أظهرت مرارا وتكرارا القوة العسكرية في مضيق تايوان تحت مزاعم حرية الملاحة وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين ونحث الولايات المتحدة على تغيير ذلك المسار السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابعوا فيها زيلانسكي يشترط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لإجراء محادثات مع فودين ويطلب ألمانيا بتزويد كييف بالأسلحة أوضح رئيس الأوكراني بلادامير زيلانسكي أن فرص إجراء محادثات مع رئيس روسي بلادامير بوتين لإنهاء الحرب تتضاءل أضاف زيلانسكي أن ذلك قد يحدث فقط إذا سحب زعيم روسي قواته من الأراضي الأوكرانية وضف أن أوكرانيا ليس لها أي تأثير على موعد انتهاء حكم بوتين في روسيا لكنها تريد التحدث إلى موسكو من موقع قوة وقرر زيلانسكي دعواته لألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوية قائلا إنها ضرورية لإنقاذ الأرواح أعلن الرئيس الروسي بلادامير بوتين تعبئة جزئية للجيش وأوضح بوتين في قطاب له أنه سيستخدم جميع موارد الدولة للدفاع عن الشعب الروسي مشيرا إلا أن هدف موسكو هو تحرير منطقة دانباس شرق أوكرانيا لحماية وطنين الأم والسيادات وسلامة أراضينا وضمان أمن أمتنا وشعبنا في الأراضي المحررة أرى أنه من الضرورية دعم مقترحة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بإعلان تعبئة الجزئية في روسيا المواطنون الموجودون حاليا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد ويأتي في مقدمة ذلك كل الذين خدموا في القوات المسالحة ولديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة ستبدأ فعالية التعبئة اعتبار من اليوم الحزي والعشرين من سبتمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقلت وكالة تاس الروسية عن الإدارة التي عينتها روسيا لإقليم خرسون بجنوب أوكرانيا قولها إن الأجزاء الخاضع لسيطرة القوات الروسية في منطقة ميكولاييف المجاورة ستدمج في إقليم خرسون الذي تسيطر عليه روسيا ويعني القرار أن المنطقة المدمجة ستصوت في الاستفتاء الذي سيجرى في مطلع الأسبوع المقبل على الانضمام لروسيا نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاكس غليفن إن تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وأكد صالبا أنها لن تعترف مطلقا بنتائج هذه الاستفتاءات واعتبر أن الاستفتاءات وخطة روسية لاستدعاء مزيد من الجنود يعكس انتكاسات موسكو الأخيرة في الحرب وخسارتها مساحات واسعة من الأراضي أمام الجيش الأوكراني جدد الممثل السامي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأرابي جوزيب بوريل إدانة الاتحاد لأي استفتاءات قد تجريها روسيا في أقاليم دانتسك وخيرسون ولوهانسك وأصفها بغير الشرعية لأنها ستجر على أراضي أوكرانية محتلة عسكريا من قبل موسكو وقال بوريل إن استعدادات روسيا لإجراء استفتاءات غير قانونية داخل هذه الأقاليم ما هي إلا محاولة لإطفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية وتهدف إلى تغيير حدود أوكرانيا بالقوة في انتهاك واضح لمثاق الأمم المتحدة واستقل لأوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية اتهمت المجموعة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا وهي الأكبر في أوروبا وأكدت إنرجواتوم أن القصف ألحق أضرارا بأحد قطوط الكهرباء مما أوقف عمل عدة محاولات تابعة للمفاعل رقم 6 في المحطة أدى إلى تشغيل مولدات الطوارئ بشكل موجز هذا وتعرض موقع محطة دابوريجيا للقصف مرات عديدة في الأشهر الأخيرة بعدما احتلتها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى لغزوها أوكرانيا في فبراير الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف تشولتس أن بلاده ستصدف مؤتمر إعادة أعمار أوكرانيا في 25 من أكتوبر القادم وجاء الإعلان خلال كلمة المستشار الألماني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية هذا هو لا يستمر في الروسية المتحدة المتحدة موسيقى 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 أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تأميم أكبر شركة مستوردة للغاز في ألمانيا يونيير وتوسيع نطاق تدخل الدولة في الصناع لمنع نقص الطاقة ناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية التي تلعبها شركة يونيير في سوق الغاز الألمانية ولا تزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية تترقب الأسواق العالمية قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن معدلات الفائدة الرئيسية وسط توقعات متزايدة برفعها 75 نقطة أساس وفي إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة الرئيسية مع توقعات الخبراء برفعها 75 نقطة أساس في إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية خفض الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضيين الفائدة في اجتماع طارئ أوائل عام 2020 من 1% إلى 0% ولكن في العام الحالي ومع وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في 40 عاما كان عن البنك أن يقوم بأول زيادة في الفائدة منذ أكثر من عامين وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخطر الأكبر على الاقتصاد سيكون هو التضخم المستمر وليس الانكماش الاقتصادي هذا وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو الماضي رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000 وذلك لكبح التضخم الذي لم تشاهده الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق منذ أربعة عقود مع ارتفاع تكاليف الغاز والغذاء وغير ذلك من الضروريات مما حرم الأسر الأمريكية من أي راحة من ارتفاع الأسعار وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل أسعار المستهلك زاد بنسبة 8.6% الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا أسرع من الارتفاع الذي حدث في إبريل الماضي على أساس سنوي بنسبة 8.36% ارتفع المؤشر الوطني لأسعار المستهلكة في سريلانكا بنسبة 70.12% على أساس سنوي في أغسطس بعد ارتفاع 66.17% في يوليو الماضي وأكدت إدارة التعداد والإحصاء أن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 84.6% في أغسطس بينما ارتفع تضخم غير الغذائي بنسبة 57.1% جدير بالذكر أنه في بداية شهر يوليو الماضي أدت تظاهرات ضخمة قام بها سريلانكيون قاضبون إلى رحيل رئيس البلاد جوتابايا راجاباكس الذي لجأ إلى سلغة فورا أكد المركز الوطني للأعصير في الولايات المتحدة أن أعصار فيونا زادت قوته وتحول إلى أعصار من الفئة الرابعة لدى ابتعاده عن جزر تاركس وكايكوس وأضاف المركز أن الأعصار في الجنوب الغربي من برمودا يحمل رياحا تبلغ سرعتها 210 كم في الساعة يتوجه اليوم ثلاثة رواد فضاء أمريكي وروسيان إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تشكل فرصة تعاون نادرة تلحصول في خضم التوترات الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وينطلق الأمريكي فرانك روبيو من وكلة الفضاء الأمريكية ناسا وروبيو هو أول رائد فضاء أمريكي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ روسية منذ بدي العمليات الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي كانت الدول الغربية قد فرضت سلسلة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو وتراجعت العلاقات بين البلدين منذ عام 2014 إلى أدنى مستوى لها انتلقت فعلياته مبادرة انت الحياة لتؤكد مرة أخرى تمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر وذلك بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئتها ومؤسسات المجتمع الدولي وتتواصل مبادرة انت الحياة على مدار ستة أيام وتنتهي الخميس المقبل حيث يستفيد منها أكبر عدد من أهل القرية بمختلف الأنشطة الثقافية والمجتمعية والطبية والتوعوية لبناء الإنسان وللمزيد في سياق التقرير التالي تأتي مبادرة انت الحياة لتؤكد مرة أخرى على اهتمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات الجمهورية حيث تستمر المبادرة بمحافظة الشرقية في مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر بدعم كبير من كافة أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع المدني عندنا ست ورش تحت حرفية بتعلم المرأة الريفية التعليم حرف يدوية لها زي الزجاج المعشق عندنا ورش خاصة بغازل النول عندنا ورش خاصة بمعرفة عمل الصبون ومنتجات زي كده احنا بنعمل المرة دي بنرسم على بكتات صغيرة أو كياس صغيرة الكياس صغيرة دي احنا بنستخدمها تعبئة الصبون احنا بنصنعه في ورشة صبون تانية احنا بنعمل حاجة زي اكتفاء ذاتي من الورش كلها يعني أنا باخد الصبونة بحطها في الكيس القماشي اللي احنا بنرسم عليه تدريبات حرفية وورش ومحاضرات توعوية تنظمها المبادرة لأهالي القرية فضلا عن قافلة طبية تجمع جميع التخصصات حيث تستهدف المبادرة التثقيف والتوعية الطبية وتوفير حياة كريمة للمواطنين احبت اشارك مجتمعي في الحاجة الجميلة دي وفي المشاريع اللي فعل افادة دي وجيت هنا بالفعل وشاركت في اللي هو التطريز هنا ما شاء الله التطريز افدني انا ممكن افتح مشروع ويكون فيه يعني دخل كويس وستفدت من المس وشايف الرئيس يعني يشكر على اللي بعمله لنا وهو ما شاء الله كل مكان كل الكارية كل محافظة فيها شغل طبع الرئيس وما فيش مكان الا فيه شغل وهو يعني عملين الوجب والزيادة طحية مصر للرئيس انا سمعت عن مبادرة حياة كريمة فجيت سألت لقيت فيه هنا ورش مفتوحة لتعليم حرف ان احنا نفتح بيها مشاريع صغيرة في بيتنا يعني نساعد بيها اسرتنا وكده فانا عجبني شغل الخرز عن نول ده صراحة حاجة جميلة قوي فانا تعلمت الحرفة دي بصراحة ما كنتش عارف عنها حاجة بنتعلم الرسمة على القماش واستفد منه حاجات كثيرة ان هي ان شاء الله ان شاء الله يعني بعد كده اقدر اعمل لوحدي ويعني حاجة حلوة ان هي للبلد تكون كده ويريد تتكرر تاني مبادرة انت الحياة والتي تواصلت على مدار ستة ايام وتنتهي الخميس يستفيد منها اكبر عدد من اهال القرية بمختلف الانشطة الثقافية والمجتمعية والطبية والتوعوية لبناء الانسان احمد الحسيني التلفزيون المصري نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية ابو سعد الكبرى التابعة لمركز كفر سعد بضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين تضمنت القافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية لصرف الادوية بالمجان وسط اجراءات وقائية واحترازية لمواجهة بارس كورونا خفلة العاجية وضمن البادرة الرئاسية حياة كريمة موجودين في قرية ابو سعد الصغرى والتابعة لمركز كفر سعد مركز كفر سعد والمستادة بدون البادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الاولى بتمثل القافل العاجية الجزء الصحي من البادرة الرئاسية وده طبعا نظر للخدمة اللي بتقدمها في الاماكن البعيدة واللي فيها تطوير في الوحدات الصحية المعمل بيقوم على تحليل التحليل الكيميائية التحليل الهيمتولوجي التحليل السيرولوجي العيانين بيتحولوا من العيادات عن طريق الأطباء بعد التشخيص تقريبا الوقت ما بين سحب الحالة وتسليم النتائج في خلال نص ساعة تقريبا بنقدم لهم فيها كل ما هو جديد فيما يخص صحتهم وصحة أسرهم بنتكلم معاهم عن المبادرات الرئاسية زي مبادرة صحة الأم والجنين مبادرة الأمراض المزمنة للكشفة عن المرض السكر والضغط والاعتلال الكلوي بنعرفهم باللقاح وأهمية اللقاح واللقاح من الحاجات المهمة جدا ونحن لازم ناخد الثلاث جرعات بتوع اللقاح بنعرفهم ازاي ياخدوا الإجراءات الاحترازية علشان نقيهم من مرض كورونا الوحدة الصحية مهدودة للتجديد فبنشكر القائمين على القافلة الطبية النهاردة وفيها ان شاء الله جميع التخصصات والناس بتيكشفها وكل حاجة ان شاء الله مزبوطة والتمامة وبيصرفوا للعلاج مجانا ان شاء الله احنا مسؤولين ان احنا بندخل التسكرة الخاصة للمواطن من اول لما بيقطع التسكرة خالص لحد دات لما بينها الخدمة ابتداء ان احنا بندخل رقم التسكرة وكمان الاسم بتاعه وندخل كل العلامات الحقيوية بتاعته وندخل الفحوصات المطلوبة منه نفع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء غير صحيحة بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس التانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد واكد المركز الاعلامي استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية سواء مدارس ثلاث سنوات او خمس سنوات حكومية او خاصة حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية الجدارات المهنية عفوا في جميع مدارس التعليم الفنية دون اي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة والمكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس التانوية الفنية سواء صناعية او الزراعية او التجارية او الفندقية خلال العام الدراسي الجديد تتواصل اجتماعات وزراء الاعلام العرب بالقاهرة والتي تستمر حتى غد الخميس وتأتي الاستراتيجيات الاعلامية العربية ومتابعة قطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج من بين البنود التي تتصدر جدوى الاعمال الوزراء العرب اضافة الى عدد من الملفات والقضايا كمواصلة الدعم الاعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل اهداف الاستراتيجية الاعلامية العربية الى جانبي متابعة الخريطة الاعلامية للتلمية المستدامة الفين وثلاثين كان هناك توافق عربي كبير بالاجماع تم التصويت على كافة البنود المقترحة كان بندنا الاول دائما هو القضية الفلسطينية التي تسكن في وجداننا واعماقنا كذلك هناك اخبار سارة للقضية الفلسطينية يعني فيما يتعلق بتواجدها في المكتب التنفيذي كذلك تقدمت جميع بوافر شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية ولقطاع الاعلام فيها على استضافة هذه الاجتماعات موضوع القضية الفلسطينية التي هي على رأس الاولويات الدائمة لمناقشة اعمال اللجنة كيفية تحديات التي تواجه الخطاب العربي التي تتعلق بالخطاب واحتلال العقول وكيفية مخاطبة الاخر وهناك ما يستجد ايضا مثلا قضايا الاعلام الالكتروني كيفية محاولة ملء هذه البيئة بالاضافة الى اشياء اخرى مثلا تتعلق بما يطلع من مقترحات بعض الدول العربية مثل ما جاء من مقترحات من جمهورية مصر العربية استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين وزير الدولة لشؤون الاعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة الاردنية فايسل شابول وبحث الجانبان سبول تعزيز تعاون الاعلامي المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشؤون الاعلام الاردنية في مختلف مجالات العمل الاعلامية واكد حسين زين تفعيل التعاون مع الجانب الاردني بما يحقق مردودا ايجابيا على الجانب المهني والاقتصادي معنا ومؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الاردني في التغطيات الاعلامية لمختلف الاحداث الهامة وان هناك تعاونا متواصلا ومتمرا مع الاعلام الاردني في الانتاج البرامجي المشترك كما اكد فايصة لشابول اهمية تعاون الاعلامي مع هذا الصرح الاعلامي الكبير الذي يمتلك امكانيات وخبرات متميزة معربان عن تقديره الكبير للاعلام المصري المهنية والان مشاهدين مع اهم الباقي المال والاعمال تستعرضها ميرفت المليجي اليك ميرفت شكرا دينا شكرا ايمان واهلا بكم مشاهدين مع اخبار المال والاعمال اخبار الاقتصاد اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ان الدولة لديها هدف واضح فيما يخص قطاع الاعمال العام والشركات التابعة له يتمثل في مواصلة جهود تطوير هذه الشركات حتى تسهم فعاليا في الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية من اجل تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة جاء ذلك خلال اجتمع رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة بهدف متابعة عدد من ملفات عمل وزارة قطاع الاعمال العام كما تناول خلال اللقاء ما يتم بشأن تنمية مهارات العاملين على مستوى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ورفع كفاءتهم وبحث سبل التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بما يسهم في النهود بالصناعة المصرية أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية في مصر لها فرص مستقبلية وتحديات راهنة مشيرا إلى أهمية الدورة الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص في تنمية اقتصادات الدول فضلا عن إسامها كعنصر جذب للإستثمارات الخارجية وأيضا كفرصة لزيادة إرادات الدولة وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد شهد إقبالا مؤخرا من الشركات الكبرى مضيفا أن دخول شركات عالمية إلى السوق المصري يعطي ثقلا ودفع للتجارة الإلكترونية لكونه يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين إلى جانب توفر السلع المختلفة أقد وزير البترول طارق المل اجتماعا مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بهدف تنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاتات الكربونية والذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ كوبا 27 العالمية والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل هذا وأكد وزير البترول أن مصر هي أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز في شركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات استقبل محافظة جنوب سيناء خالد فودا وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة ضم منصف مؤتمر المناخ بالسفارة الأمريكية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتكامل المناخية وقد استعرض المحافظ عددا من المشروعات الجارية للتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة ومنها طرق المدينة ومحطات شحن الأتوبسات الكهربائية والممشى السياحي ورفع كفاءة محطة تحليات المياه وكذلك تنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي نتحول إلى أسواق المال حيث أنعت البورصة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات وذلك بدغوط مبيعية محلية وسط دولات مرتفعة وخسر الرأس المال السوقي نحو مليار وعربعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 686 مليار وثمانمائة وواحد وعشرين مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر EGX30 الذي فتح عند 10.010 نقاط وأغلق عند 9.955 نقطة متراجعاً بنسبة 55 من 100% كما فتح مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة والصغيرة عند 2.198 نقطة وأغلق عند 2.188 نقطة متراجعاً بنسبة 43 من 100% التراجعات امتدت أيضاً إلى مؤشر EGX100 هذا الأوسع نطاقاً والذي فتح عند 3.140 نقطة وأغلق عند 3.122 نقطة متراجعاً بنسبة 57 من 100% نتحول إلى أسواق العمنات والتي تبينت أسعار العمنات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي اليوم في حين سجل أريال السعودية اليوم 5 جنيهات و 16 قرشاً شراء و 5 جنيهات و 19 قرشاً للبيا في أسواق معادن النفيسة اتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1.670 دولار و 57 سنة للأقية أما محلياً فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيه عيار 21.127 جنيه 24 سجلوا 1.289 جنيه أما الجنيه الذهب فقد بلغ 9.016 جنيه تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم حيث يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي برفع كبير لأسعار الفائدة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وهبط المؤشر الرئيسي في سعودية بنسبة 4 من 10% كما تراجع المؤشر في دبي بنسبة 1 و 1 من 10% وفي أبوظبي أنهى المؤشر الرئيسي التداول على تراجع بنسبة 4 من 10% كما هبط المؤشر الرئيسي القطري بنسبة 1 و 4 من 10% نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لدينا وإيمان إليكم شكرا لك مربط ومشاهدين في ختم نشرتنا هذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي يستقبل وزراء الإعلام العرب ويؤكد على أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية الرئيس السيسي يواجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريد لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وصلنا إلى ختم نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة